صباح الخير من جديد مشاهدين الكرام إذن يرتقى بأن تستمر دائما الأمطار رعدية في التساقط بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري إن شاء الله خلال النهار اليوم الأربعاء مع استمرار كذلك تسجيل درجة حرارة جد مرتفعة بالنسبة للمناطق الغربية وحتى الشرقية إن شاء الله وحسب النشرية الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية والتي تحذر من استمرار موجة الحر بتسجيل درجة حرارة قياسية جد مرتفعة لكل من سيدي بالعباس مع سكر سعيدة غليزان كذلك شلف وولاية عين الدفلة درجة الحرارة تتعدى 46 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الأربعاء وفي نشرية خاصة أخرى لمصالح الأرصاد الجوية تؤكد على استمرار موجة الحر على كل من ولاية بيجايا جيلسكيك داع النابة والطار في درجات الحرارة تتعدى طيلة نهار اليوم الأربعاء 42 درجة تحت الظل إن شاء الله وفيما يخص مشاهدين الأمطار الرعدية دائما تبقى تعيشها كل من ولاية برج باجي مختار وإنجزا محليا ستكون معتبرة الحيطة والحذر مطلوبة حاضرة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال وتستمر في التساقط إلى غاية التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بحول الله وحسب توقعات النماذج الرقمية للرصد الجوي تؤكد على أنه إن شاء الله دائما تستمر الأجواء الحارة على أغلب المناطق الشمالية خاصة الشرقية وحتى الغربية خلال ساعات القليلة المقبلة ويرتقى حتى يوم الغد إن شاء الله نبقى مسلو درجات حرارة مرتفعة بالنسبة للمناطق الغربية تتعدى دائما 46 درجة بالنسبة لشلف غريزان سيد بالعباس عين الدفلة وغريزان على الجزاء العاصمة تصل خلال ظاهرة اليوم إلى 36 درجة انخفضت قليلا مقارنة بيوم الأمس بالنسبة لوهران مستغان وعنتي موشن تلامس في حدود 33 درجة فقط نسبة رطوبة ستكون عالية بالنسبة للسواحل الغربية إذن تتعدى إن شاء الله خلال نهار اليوم 65 بي المئة على الناب بيجاية جيجي الواسكي دائما تقارب 42 درجة قال ما الطارف سوق هراس بالنسبة للطارف 42 درجة سوق هراس قال ما تصل إلى حوالي إن شاء الله 44 درجة على قسنطنا أم البواقي باتنا تزيوزو البويرة كذلك الجلفة حتى الأغواط بسكرة أيضا بالمسيلة وبسعدة تصل خلال ظاهرتها اليوم إن شاء الله إلى حوالي 42 درجة تحت الظل النعام أبو البديد نحن سيجل إن شاء الله في حدود 39 درجة مع وضعية جوية ستكون مشمسة ومستقرة خلال نهار اليوم بما يخص السواحل وكذلك المناطق الداخلية الولايات الجنوب بداكة على مقياس 48 درجة بأدرار تميوين رقان وولاية دوف ببرجباجي مختار إنجزام بالنسبة كذلك على إن صالح تصل إلى حوالي 45 درجة نفس المقياس بإليزي جونت على بشار بن عباس وعين الصفرة رح نسل إن شاء الله 42 درجة أما غردا يازلفان المنيعة الوادي تقورت المغير وحاسم سعود تصل خلال ظاهرتها اليوم إن شاء الله الأربعاء إلى حوالي 43 درجة دائما التقسي يكون مشمس ومستقر بالنسبة للولايات الجنوبية باستثناء برجباجي مختار وإنجزان قنصلوا دائما تشكل رعود مصحوبة بتساقط أمطار وأكيد الارتفاع يبقى دائما راجع إلى تمركوس كتلها وإيحار على مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط فيما يخص مشاهدين توقعات حالة البحر لنهار اليوم وحتى إلى غاية يوم السبت إن شاء الله إذن سيكون هذا إلى قليل الاثتراب على كافة السواحل الوطني الرياح قد تصل إلى 40 كم في الساعة مع رؤية متوسطة علو والأمواج تروح بين أقل من المتر إلى المتر ونصف حرارة مياه البحر تقريبا على طول الشريط الصحيلي خلال ظهيرة اليوم الأربعاء تقارب في حدود 24 درجة بداية من أواخر ظهيرة يوم الغد الجمعة كما نلاحظه بداية بالسواحل الغربية سيتحول البحر إلى مصطرب وسرعة الرياح قد تصل أو تتعدى 50 كم في الساعة بحول الله إذن مشاهدين الكرام رعود أمطار مع درجة حرارة مرتفعة خلال نهار اليوم الأربعاء بحول الله أشكركم على أكرم الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار مع طارق بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر